موسيقى 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 ان اصنعه وتسوقينا الى الى يا دكتورة هل المتابعين عندك يقدروا يخدوه فعلا تقابلين الفكرة الحمد لله نسبة كبيرة تثق في كلامي كتير كتير استفادوا على نصائح قدمتها لإلهم وعملنا صفحة برضه باسم المشروع اسم هو داك الأنعام حتى نترجم الدراسات العلمية المعمولة عن هذا المنتج ونعرضها للناس وانه كيف بلاد الأجانب في بلاد برا مخدين هذا المنتج وعملين بيعملوه بيصنعوه حتى يباع في السوبر ماركتات اللي برا تحت اسم تالو بيف وبينصحوا حتى فيه حتى دكتور بيرغ هو خبير تغذية عالمي نزل حلقة كاملة عن فوائد هذا الودك وبلشنا نصنعه لقينا المجتمع عمل بيتقبله شوية شوية وعملنا فحص في جامعة الأزهر في معامل الأغذية وأثبتت جودة المنتج وعملنا فحص في وزارة الاقتصاد وحاليا في إجراءات الترخيص من وزارة الاقتصاد حتى نطلع فيه للمجتمع ونكون عاملين أول منتج وطني من نوعه يعني الحمد لله حاليا في كل فلسطين وحدش بينتج هذا المنتج إلا إحنا والحمد لله عندنا طرقنا المعينة اللي بتخلينا نحافظ على جودة هذا المنتج يعني إحنا حسب خبرتي في الأعشاب كصيدلانية بعرف شو الأعشاب المعينة ممكن لما نستعملها مع الدهون تأدي إلى أن الدهون يحافظ على قيمته الغذائية ما يفسد بسرعة ويظل طعمه لذيذ وكويس ويعطي نكهته الطيبة للأكل والناس تستفيد منه وبلشنا في المشروع والحمد لله شوية شوية عملين بيلاقي قبال عليه يعني الحمد لله للنوع الدهن اللي إحنا بنستعمله يفضل إنه يكون الدهن الملاصق للحم تمام والدهون الحيونات المعشبة ودهون لية الخروف الودك بيتميز إنه عنده نقطة احتراق عالية عند استخدامك يعني إله للطبخ والقلي هو أفضل شيء ما بيطلعنا ترانسفاتي أسد ما بيطلع شهرد حرة بينما السمن الناس المتعارفة على كلمة سمنة هلأ عنا نوعين من السمنة السمنة اللي جاية من زبدة الحليب مش زبدة الحليب تجيب الزبدة بيطلع منها سمنة معينة وفي السمنة الموجودة في الأسواق حاليا هي مش سمنة هي عبارة عن زيوت تم هدرجتها وإدخال ذرات هيدروجين لإلها حتى تحولها للحالة الصلبة اللي بنشوفها فيها في المنقرين والسمن النباتي هذا لا يعتبر سمن يعتبر شغلة مضرة الإنسان افتكسها واختراعها حتى تكون بأسعار رخيصة ويستخدمها في الطهي والألي والأغراض هذه وللأسف يعني عملين من سنة 1970 هم بيعملوا دراسات أنه إيش مضرة بالقلب وبالشرايين وكذا فالمضرة اللي بتجينا منها أكتر من نفعها لكن إحنا طلعنا بهذا المنتج حتى الناس تفهموا تصير تستخدموا بديل عنها وطبعا كل نوع من هذه الدهون إحنا بنكتب على الأغلفة زي ما أنت شفت قبل شوية كيف بنكتب على الأغلفة وكل نوع له بطاقته المعينة وبنرمز له برمز معين في منها بنصنعه بنكهة في منها بدون نكهة ترجمة نانسي قنقر